طبيعة حب الاطلاع مثلا حب الاطلاع خلق الله الإنسان يحب الاطلاع لكن الله تعالى بيّن للإنسان كيف يهذب هذا حب الاطلاع حتى لا يتجاوز حدوده ولا يبدّد طاقته العقلية فيما لا يفيد ولا ينفع ولا يخطو فيها العقل أيما خطوة خلق الله الإنسان في حب الامتين التملك طبيعة في الإنسان فطرية يحب التملك لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغم وراءهما ثالثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حب التملك أيضا اعترف به الدين فالدين الذي يلائم فطرة الإنسان وسط بين الشيوعية بين المذهب الاشتراكي الشيوعي البائد وبين المذهب الليبرالي الرأسمالي عند آدم سميث وغيره الدين وسط اعترف بهذه الحب التملك وهذبها ووضع له قوانين وضوابط كيف يملك ما هي وسائل الكسب المشروع الكسب غير المشروع والحلال والحرام كذلك إذا سمحت مسألة متعلقة بالفطرة مهمة لهي ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل ميل أحد الجنسين إلى الآخر اعترف القرآن واعترف الدين أن هذه فطرة في الإنسان لكنه هذبها أيضا ووضع لها الطريق الوحيد الذي هو الزواج وتكوين الأسرة فالفطرة الفطرة البشرية تأبى أن تمسخ ولذلك جعل الإسلام الدين الذي يحافظ على هذه الفطرة على الطبيعة التي خلق الله هو الإنسان على